لو الحكاية فيها إنا ذيكي 12 أكتوب الماضي في 2016 بهذا الاحتفالي حضرت مديرة منظمة الصحة العالمية برد بنشان وحضروا كل وزراء الصحة العرب وحضرت كل رموز الدولة المصرية من مجلس النواب وغيرهم الاحتفال بالانتهاء التام من القضاء على قوام الانتظار على صفح الهرم وكلنا حضرنا هذا الاحتفال المرحلة التانية كانت هو إن احنا نتتبع هذا المرض عند المصريين الذين لا يعلمون عن إصابتهم بالمرض لأن هذا المرض بيبقى كامل والناس ما تبقاش عندها علم في الإصابة به كنا فعملنا خطة الخطة دي مشيت بمنهجية معينة الأول إن احنا طلعنا قرار من مجلس الوزراء إن احنا نستهدف ست فئات من المجتمع المصري مرة واحدة ست فئات هما طربت الجامعات المرضى اللي بيخشوا أي مستشفى حكومي العاملين في المستشفيات الحكومية المرضى المترددين ليس المرضى المترددين على مركز على بنوك الدم والمترددين على المعامل المركزية وأخيراً السجون ست فئات دي كانت دولة اللي عبيهم قرار من مجلس الوزراء مع الست فئات دول بدينا المسح الطبي في المحافظات مشينا بدينا في محافظات الصعيد وانطلقنا إلى محافظات البحيرة محافظة محافظة طيب النهاردة النهاردة في هذا اليوم 3 أغسطس 2017 عملنا مسح لكم مواطن احنا بنتكلم في 3 مليون و600 ألف مواطن 3 مليون و600 ألف مواطن احنا وعدنا سيادة الرئيس اللي بإذن الله بنهاية 2018 ان شاء الله هنكون مسحنا بإذن الله حوالي 30 مليون مواطن ان شاء المولى عز وجل دي هم المعلومات اللي انتوا لازم تعرفوها في حاجة تانية لازم الناس تعرفها وبنعلن عادها احنا عادنا قبل ما نتهي من قوائم التجار متفرجين العالم بيبعت لنا أرقام وإحنا بناخدها عن نسب الإصابة وتبين ان كل هذه الأرقام غير صحيحة انا بقول النهاردة احنا عالجنا كم مواطن النهاردة النهاردة يوم 3 أغسطس 2017 احنا عالجنا مليون ومية وثلاثين ألف مواطن مصري من العلاج على نفقة الدولة أو العلاج بالتأمين الصحي مليون ومية وثلاثين ألف مواطن مصري